بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم عن الصدوع مثل ما تلاحظون في الصورة صدع أرضي يمتد لأكثر من 1300 كيلو متر هناك شبكة كبيرة من الصدوع تقسم القشرة الأرضية لمجموعة من الألواح تشكل صدعا متصلا صراحة من يقول له سبحان الله الذي يتحدث عن هذا الموضوع في القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم والأرض ذات الصدع صورة الطارق آية 12 والله أعلم